النهاردة بوافق يوم الشهيد اليوم اللي اختارته مصر والقوات المسلحة لكي تحتفل به من كل عام طبعا لانه هذا اليوم استشهد فيه البطل الفريق عبد المنعم رياض رئيس اركان حرب القوات المسلحة سنة 69 اثناء حرب الاستنزاف عظم شهيدك استشهد البطل عبد المنعم رياض وهو فيه مقدمة جيشه في جباهات القتال وفي الصفوف الامامية مع الجنود وده كان اثناء التدريب والتحضير لحرب اكتوبر والحقيقة انه تضحيات الشهداء لسه بتقدم قائمة طويلة من الابطال زي العميد مصطفى عبيد والعقيد رامي حسنين النقيب خالد المغربي والعقيد احمد منسي وغيرهم وغيرهم من الشهد الحقيقة فيه قايمة كبيرة جدا من التضحيات اللي قدموها رجال قوات المسلحة قايمة شرف وفخر وتضحية وبطولة ورجولة والنتيجة عندنا انتصارين في الاستنزاف وفي حرب اكتوبر وقط دابر الارهاب في سينة او في اي مكان على ارض مصر عشان كده هيفضل يوم تسع مارس يوم فخر وتكريم لكل ابطالنا الشهداء وكل ابطال القوات المسلحة جميلة